طيب بمناسبة الحسابات بيتسو مسماني في مباراة المصر وتكملها لكلام ما يا كريم قال في حاجات مش هادر اشرحها او اتكلم في تفاصيلها نعم لان ما كانش محتاج اقدم او احارب على ثلاث نقاط في هذه المباراة اني عندي مباراة مهمة في ماتش الرجاء واهتهى الاعلام حتى ما كانش قادر يقيم الجملة اللي قالها بيتسو مسماني سمعت الجملة دي او التفسيرك للجملة دي هل ليه علاقة بكلام ما يا كريم ان بعض الاخطاء الفنية طبعا مش معصودة بس ما كانش عايز يظهر كل قوته لان عنده مباراة اهمة بكتير طبعا من مباراة المصر طبعا الدوري لسه طويل والاهلي عنده مباراتين مؤجلتين يفوز فيهم يفرق بخمس نقاط عن زمالك الامور ماشية بشكل مستقر اعتقد ان الشغل الشاغل المسماني والجهاز الفني وكل الناس في النادي كانت تركيز على مباراة الرجاء لدرجة ان اي حد بيتفرج على المباراة مش ده اسلوب النادي الاهلي مش دي طريق لا بالنادي الاهلي طب هو احنا كلنا شايفين والمدرب الرجل اللي قاعد برا وسامي ومسان عمال يتكلم معاه لاعتماد على الكرة الطويلة ولعبة المصري بيردوها بسهولة هو مش قادر يقولهم لا نلعب كرة على الارض وحتى لو ارضيت الملعب سيئة شوف انا مسماني بحب فين هو بيعرف يقرى المطشاط الكبيرة بشكل كويس انا اعتقد الناس كلها الكلام هيتغير مما كان عليه في مباراة المصري خلال او بعد مباراة الرجاء ان شاء الله تقديم عرضه كويس الظهور بمستوى فني كويس لعب بطريقة مناسبة قدام فريق لن يكون سهل على الاطلاق فريق الرجاء لازم نحط في اعتباراتنا انه فريق مسجل سبع اهداف في دوري ابطال افريقيا كلهم من الجابهة اليمنى تركيز على الجابهة اليمنى بيلعب الجابهة بقى دلوقتي بيودي حميد احداد في اليمين مع عبدالله مذكور مع كمان محسن متولي الجابهة الشمال اللي هي عندنا احيانا علي معلول بيأمل ادوار هجومية وبيقوم بيطلع لقدام فممكن احيانا بيبقى فيها بعض الصغرات فمباراة المصري خلاص خسارة انت ما ينفعش تفضل تتكلم فيها كتير ولا تفضل تحالل فيها كتير لان الفاصل الزمني ما بين مباراة المصري وما بين مباراة الرجاء ما كانش كبير جدا وزي ما قال كريم اللعبة مضغوطة اللعبة ما فيش راحة ما بين النادي من فترة بعد كاس العرب المنتخب وبعدين السفر لكاس العالم للاندية والعبته مباراة قوية وفي الظروف انت كمان ما كانتش الصفوف فيها مكتملة جيت مع معاة المنتخب وطريقة لعب مختلفة تماما عن اللي بيلعب بها النادي الاهلي الاصابات ما تنساش الاصابات كمان انت دلوقتي محمد عبد المنم كانت تعرض لاصابة في توقيت صعب وهو اللعيب اللي بدأ يشيل معاك خط الدفاع بعد اصابة رامي ربيعة وياسر ابراهيم طبعا اللي انا بحييه بشوفه من نجوم الفترة اللي بدأ كمان يشيل معاك فيه لعيبة بتقع منك في وسط الطريق عندنا اتنين رباط صليبي لعيب مضاعفات كورونا زي ما قلنا قبل شوية من الركائز في منظومة الدفاع فانا هلتمس العزر لمسيماني وماينفعش حتة برضو كل شوية التقييم بالقطعة ونفضل نقول لا ده المدرب ده لا يصلح لنادي الاهلي المدرب ده لازم نجيب ده كلام ماينفعش مفيش فريق هيفضل يفوز على طول الخطة مفيش فريق هيفضل يقدي في كل مباراة التسعين ديها على بنفس المنوال في كل المباراة لا وارد انا بيحصل لدروب وارد على فكرة يكون المدرب بموة بيلعب بطريقة لعبة مختلفة عن اللي كان ممكن لو كان ركلة جزاء حسام حسن اتحسبت وخرجت المباراة بالتعادل يبقى انا في اسوأ الاحوال خرجت بنقطة وعديت عشان اكون في قمة تركيزي وقمة جاهزيتي لمباراة الرجاء اللي هي نوك اوت زي بقى الكريم برضو مفيش فرصة للتعويض انسى بقى دور المجموعات انت كنت حلو كنت وحش لازم يكون كل تركيزك في مباراة الرجاء لازم احنا دورنا دلوقتي الامور الخططية والامور الفنية المدرب هو القدرة وهو اللي يعمل الافضل خطة احنا دورنا دلوقتي انا يمكن شايف لسه في بعض تذاكر كتير جدا ما تحجزتش لازم الجمهور يقف وراء اللحيبة لازم الجمهور يدعم ويساند الفرقة بكل قوة وفي كل الظروف الصعبة احنا دايما كل ما بنيأس وفي مباراة يمكن مباراة الرجاء كنت بتكلم تحت الهوى مع كريم وعمر فهمي قلت له انا بدأ يتصرب لي ليأسف مطشي الرجاء جاء قاعد جنبي اسامة السويسي واصدقانا تانين قالوا ما ينفعش تيأس مع النادي الاهلي ما ينفعش ان انت تستسلم للخسارة طالما لسه الحاكم ما صفرش فاحنا حتى كمان مباراة الزهاب حتى لقدر الله لو ما فوزناش سكور او عملنا مباراة كبيرة لسه في مباراة عودة وحلم البطولة التالت على التوالي وحلم البطولة الحداشر لازم نؤمن به ونتمسك به بكل قوة ونسخ في لعبتنا وفي مدربنا وان شاء الله بإذن الله الاهلي يقدر فنيا وخططيا وتكتكيا انه يتجاوز المباراة ومباراة الاياب ان شاء الله